لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين علي القيسي رئيس جماعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكية الإيراني في العراق أهلا بكم سيدي أهلا وسهلا حياكم الله سيد علي بالتزامن مع موافقة قادة أمريكية للدعوة القضائية التي تقدم بها ثلاثة سجناء سابقين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب في العراق كيف تفسر هذه الموافقة وتبعاتها القانونية عقب عشر سنوات من التأخير سيدة الكريمة أولا هذا الإجراء يؤكد بأن هذه الدعاوة لا تسقط بالتقادم الجرائم التي ارتكبت في العراق على يد الاحتلال الأمريكي ومن تبعه لا تسقط بالتقادم وأن لا يضيح حق وراءه مطالب الأمر الآخر أن هذه المرة السادسة عشر التي تقدم بها دعوة ويقبلها قاضي فدرالي لكن يتم رفضها سبق ورفعنا حوالي 250 دعوة في 250 دعوة بهذا الخطوط للأسف شابتها يعني معارقلات بأن هذه الشركات لديها نفوذ كبير وبالتحديد شركة كايتي واللي قد لا يعرف الجميع أن المعتقل العراق في سجون الاحتلال الأمريكي بمجرد دخول السجن تنقطع علاقة بقوات الاحتلال ويصبح بأيدي الشركات الأمية التي هي مهمتها انتزاع المحلومات من المعتقل وتقديمها إلى الجهات الحكومية الأمريكية التي تشمل الاستخبارات والمخابرات والـ CIA والـ FBI وغيرها ربما هذه السرية التي يخشى منها الكثيرون إلى أي مدى تظن أن وضع سرية على هذه الوثائق هو نوع أو شكل من الحماية للجنود الأمريكيين أو السجانين الذين ترعاهم هذه الشركات والذين ارتكبوا بالنهاية انتهاكات جسيمة في العراق عموما وفي سجن أبو غريب خصوصا سيدتي فقط أسمحي لي أفسر الحالة حتى المشاهدين يعرفون الحقيقة تفضل هذه الشركات ممكن محاكمة جندي أمريكي ممكن محاكمة المينتر بوليس اللي مختصين بحماية السجن أو إدارة لشؤون السجن لكن هذه الشركات الأمنية لديها حصانة أمنية لا يمكن رفع الحصانة عنها ونحن جربنا قدمنا دعاوي واستطعنا محاكمة جرينار والسجانات وكثير من المينتر بوليس لكن المشكلة أن هناك قانون يحمي هذه الشركات وهذا القانون لا يمكن يعني الرفع عنه إلا في مرة واحدة حاولنا في زمن الرئيس أوباما لكن الرئيس أوباما رغم أنه كان من ضمن برنامج الانتخابي انصاف المعذبين وأغلاق سجن قوانتنامو لكن اتضح أنه هذا الرجل كاذب وقام بدل ذلك بطعن للمعتقلين والمعذبين في سجون أبو غريب وفي قوانتنامو ووجه رسالة إلى رئيس المحكمة العليا في أمريكا طلب منه إيقاف بتابعة هذه القضية احتراما لمشاعر ضحايا 11 من سبتمبر وهذه طبعا أضافت لنا كارثة الأمر الآخر الذي أحب أوضحها أن هناك 70 شخص من الـ 258 شخص قدمنا دعاوة لهم قبلت أيضا قضاياهم لدى المحكمة يعني من قاضي فدرالي لكن للأسف الشركات اتصلت بالدول التي يقيمون فيها هؤلاء المعتقلين ومورس الضغوط عليهم سواء في العراق لسحب هذه الدعاوة والقبول بمبلغ 30 ألف دولار كتعويض هذه الشركات وافقت على أن تتفع مع التأكيد أن شركة كايسي اللي يملكها المجرم جون إسرائيل ومقرها في أمريكا وعندها مقر في بريطانيا الآن تعمل في الدول العربية تحت اسم ألتري الآن غيرت اسمها إلى شركة ألتري ولديها مقرات وتعمل في الدول العربية وتعمل في أكثر من 60 دولة تدير السيد علي القيسي في أكثر من 60 دولة في العالم سيد علي انطلاقا من تجربة سجنكم شخصيا ووفقا للقانون الإنساني الدولي برأيكم ما الجدوى من استمرار سجناء أبو غريب ضحايا هذا السجن والتعذيب الذي شهدوا في هذا السجن استمرارهم في رفع دعاوة ضد الجنود الأمريكيين أو هذه الشركات الأمنية التي تسير هذه السجون يجب برنامج وسياسة ومنهج جمعيتنا هو إبقاء قضية معتقلية أبو غريب بالواجهة لأن أصل العنف وكل ما حدث في العراق سبب الانتهاكات الجسيمة على أيدي مجرمي قوات الاحتلال ومن والاهم الأمر الآخر المهم أن هذه الشركات دعم الآن لديها حصانة لكن هناك قانون أمريكي الآن نعمل عليه القانون تم سنة في سنة 1951 يجرم الشركات التي تجني أرباح من شركات الأمنية والشركات العسكرية التي تجني أرباح ويلزمها باستقطاع مبالغ تصل إلى أكثر من 60% من أرباحها تقدم كتعويض للناس الذين تضرروا سواء المحتقلين أو غير المحتقلين مع التأكيد أن هذه الشركة شركة كايتي أو ألتري حاليا ربحت من العراق أكثر من 21 مليار دولار وبعد تضيحة ستين أبو غريب بشهر ونصف تم تجديد العقد إلها في العراق ولا زالت تعمل في العراق وفي ست دول عربية وأكثر من 60 دولة في العالم أشكرك جزيلا شكرا إيس جمعية ضحايا سجون الاحتلالين الأمريكي والإيراني في العراق علي القيسي كنت معنا عبر الهاتف ندينة برلين الألمانية ترجمة نانسي قنقر